وقف يسوع المسيح أمام بلاطوس وابتدى يتكلم عن مملكة ليست من هذا العالم واتكلم عن الحق بلاطوس سأل أهم سؤال ولا أعتقد أن يسأله من وجهة نظر فلسفية ولا من وجهة نظر لاهوتية ولا من وجهة نظر اختباري عاوز يعرف الحق سألوا ما هو الحق ما هو الحق ونسي بلاطوس ما هو الحق وقال لأجد علا فيه وكأنه يعني وقف أمام الحق المجسم إميت أليثية في اليوناني الحق المجسم وهذا المعنى بيتكلم عن كشف شيء مخفي يعني حق موجود دائما كامل في شخص المسيح حق مجسم لكن غير مكتشف كأنه مش عم بيشوف الصورة وهذا حبائي هو طبعا سؤال العلماء وهذا بحث الفلاسفة على مر العصور ومر الأزمان بتتكلم عن شيء موجود حق موجود دائما إنه هذا دايم وإنه مفتوح وإنه شفاف وإنه هذا الحق متاح لأنه أمامك وهذا الحق على الدوام يعني فيك تطلبه في أي مكان وهذا الحق هو المقياس وهذا بيقولني بتعرف حبائي للفلسفات الكثيرة سواء القديمة أو المعاصرة فأيام طبعا سوكراتو أفلاتون كانوا يتكلموا عن الزلال لابد أن يكون في معرفة كاملة لابد أن يكون في حق مطلق لابد أن يكون في معرفة إلى آخره لكن وصلوا إلى الزلال أو إلى الخيال وهذا الظل معناته في شيء حقيقي ما وراء هذا الظل موسيقى موسيقى